أشرت إلى نجاح تجربة الهلال وأشرت إلى أن النصر يعاني من هذه التجربة الذي يسمع رأيك يقول طيب هنا الإشكالية في الاختيار وليس في عملية أن يأتي مدير تنفيذي من خارج الوسط الرياضي السعودي أوروبي لديه تجارب في أندية كبرى يعمل مثلا في الأندية فإن سلمنا أن النصر لم يوفق والهلال وفق فالعملية أو القضية تكمن في اختيار المدير التنفيذي الجيد ولا التجربة هي جيدة لا عبد الله أبدا أخالفك الرأي تماما المدير التنفيذي في الهلال مش عملية أنه هو ناجح هو جاء إلى منظومة وبيئة متكاملة وعمل متكامل ناجح فما حب أنه يحط يده ويدخل لأنه لو تدخل والدليل والدليل أنه في آخر يعني في واحدة من المباريات شاهدنا في الممر أظن مباراة الاتحاد الأخيرة في دورة أبطال آسيا شاهدنا في الممر فهد الفرج يمارس دوره مع اللاعبين ويتكلم مع كل لاعب من بينهم سعود الشهراني عفوا نياسر الشهراني اللي سجل الهدف الأول وشاهدنا يتكلم مع مالكم وشاهدنا فهد بالنافر أيضا يؤدي الدور المعنوي مع اللاعبين فمعنى هذا أنه المدير التنفيذي في الهلال وجد أنه البيئة متميزة وممتازة والعمل ناجح لذلك لا زالوا هم اللي في الصورة بينما بالله آخر مرة شفت مسلمتها أسألك بالله كرئيس مجلس إدارة نادي النصر لا زال آخر مرة شفته يمكن من عشرات المباريات أنا بس عبد الله متخوف من حاجة اللي هي أنه تنتقل استوانة إقالة المدربين في الدور السعودي والشروط الجزائية إلى الرؤساء التنفيذيين يعني أنا متأكد أنه أجنبي ما راح يجيك ما راح يحط شرط جزائي عندما يقال فأنا أخشى أنه يصير عندك في السنة أثقال مالية والدولة ما قصرت دعمت لكن لازم يوضع ضوابط واضحة جدا جدا وأشكر إدارة نادي الشباب أنها رغم أنها لم تدخل في دائرة الخصخصة إلا أنها بدأت لأني أعرف الفكر اللي يتعامل فيه الأستاذ محمد إبراهيم المنجم كرجل أعمال رغم صغر سنه بالتأكيد بأنه وهو يدير العديد من الشركات بالتأكيد هو يجهز نفسه حتى لما يجون يقولون أنت تبع الجهة الفلانية تبع الشركة الفلانية إلا يلاقونا جاهز 100%